السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يارب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة ويارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحقق عليكم كل اللي انتو بتبمنوا النهار دايين اتكلم عن دواء واضافة قوية جدا لتحسين الاداء الانتاجي والفيسيولوجي والتناسلي عند الدجاج خد بالك من حاجة مهمة جدا انو الاداء الانتاجي مش بس بيتعلق بالتكوين البيضة وانما كمان بيتعلق بالحاجات اللي حوالين البيضة سواء عنقود البيض او التجويف بتاع عنقود البيض او الدهون اللي حوالين عنقود البيض فالدواء ده بقى مخصص انه هو ايه يزبط الظروف المحيطة بالبيض يزبط الظروف المحيطة يحل اي مشاكل خصوصا مشاكل الدهون وتراكم الدهون اللي هي المشكلة الكبرى المشكلة الكبرى اللي بتواجه كل مربي الطيور في فصل الشتة تحديدا فركز معايا موضوع مهم جدا ودواء مهم جدا لكن قبل اي شيء اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول الدواء اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة دواء معتمد عالميا ودوليا يعني الموضوع مش حاجة كده انا جاي اجربها فيك مش حاجة انا جاي اجربها فيك يعني انت الموضوع ده تم تجريبه في طيور كتيرة وانحاء كتيرة وبلاد مختلفة حتى غينيا حتى دولة غينيا تمام تم تجريب الدواء ده على الطيور بتاعتها حلو في البداية تم تجريب الدواء ده على الطيور الغينية فتخايل بقى ان الطيور الغينية دي لها مواصفات مختلفة يعني عن الطيور بتاعتنا مواصفات اقوى هما اقوى طبعا عموما افريقيا وجنوب افريقيا والبلاد الصمراء بتلاقي فيها طيور قوية اكتر بتتحمل درجة حرارة بتتحمل كمان بتحمل برودة بتتحمل حاجات كتيرة جدا فالطيور الغينية تم تجريب الدواء دا عليها لقوا انه هو بيعمل مفهول السحر في حرق الدهون حرق الدهون تحديدا لكن طبعا له فوائد تانية هو بيحسن الانتاج بشكل عام الاداء الانتاجي الاداء الفيسيولوجي التناسلي كل انواع الاداءات دي يعني لو انت عندك طيور مثلا مش بتبيض بيض مخصف عندك ديوك الديوك دي مش بتكسر كويس خصوبتها مش عالية فتروح حضرتك تستخدم الدواء دا تلاقي ان الخصوبة عالية جدا والانتاجية بقت افضل بكتير 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 يعني انت لا تتخيل ابدا ان حت الدواء صغير كده مليان بكل الفوائد دي يعني مليان بكل الفوائد دي يعني انت تروح على طول تشتري الدواء وتدعيلي على طول على التأثير على التأثير الكبير اللي هيسيبه فيه الطيور بتاعتك خصوصا في الايام اللي احنا فيها الايام اللي احنا فيها هي الايام اللي بيحصل فيها مشكلة دي مشكلة ايه؟ مشكلة حرق الدهون حرق الدهون حرق الدهون حرق الدهون حرق الدهون حرق الدهون هي المشكلة المتكررة اللي على طول بنسمعها من هنا ومن هنا ومن هنا والناس فعلا بتبقى مش لقية حلول لهذه المشكلة لان هي مشكلة عويصة لان الطائر مش هيروح يلعب جيم الطائر مش هتعمله روتين هتعمله ريجيم لا الطائر محتاج يأكل الطائر محتاج يتحرك الطائر محتاج يعمل حاجات كتيرة جدا وفي نفس فات الوقت محتاج يخس ويحرق دهون فلو انت عايز تعمل وقايا من موضوع تراكم الدهون عند مخرج البيض استخدم الدواء ده اللي هو كارنتين تمام لو انت عايز تحرق الدهون يعني يا طائر عندك او مجموعة طيور ركمة الدهون خلاص ركمة الدهون عايز انت بقى ايه تحرق الدهون دي وتعليقهم برضو تستخدم هذا الدواء تمام لانه مليان خصائص بتؤثر بشكل كبير على هذا الصدد الموضوع ده الموضوع ده تمام فطيب انت دلوقتي لما تيجي تحرق الدهون عن طريق الدواء ده هتستخدمه بانه جرعة وهتستخدمه لحد امتى وليه الدواء ده اصلا بيحرق الدهون طيب تعالف الاول نجاوب على السؤال ده هو ليه بيحرق الدهون طبعا مسألة حرق الدهون دي بتعتمد على كذا حاجة يعني انت لما تدي الطائر دهون هتعلي عنده مستوى الحرقة يعني في معلومة غلط عند الناس ان الطائر لما ياخد دهون الحرقة عنده بيبقى ضعيف او الدهون بتتراكم عنده لأ لو اديت له دهون صافية تمام الحرقة عنده بيزيد بيزيد اه بيزيد بس هي مشكلة كلها ان انت تدي له فرصة انه يتحرك ويحرق فالمشكلة مش في ان انت تدي له دهون او لأ المشكلة ان انت الاكل بتديه له ده بيدي له رغبة انه هو يتحرك ويتنطط ويعمل نشاط ولا بيدي له رغبة في التكاسل والنوم هي ده مشكلة ما بتدي له كربوهايدرات فالدهون اللي موجودة في الكربوهايدرات بتدي اطائر رغبة في التكاسل والنوم بتدي اطائر رغبة في انه هو يتحط مكانه ما يتحركش مايروحش مايجيش وده هيخلي اطائر يرقم دهون رغم انه ياخد كربوهايدرات اللي هي تتحول بعد كده لدهون مصفاة على مناطق جسمه المختلفة فانت كل اللي عليك ان انت تعمل ايه ان انت تتراعي طبعا الاكل اللي انت بتقدمه بس حتى لو لم تراعي الاكل اللي انت بتقدمه ممكن تستخدم دواء زي ده بيحرق الدهون بيحرق الدهون ليه؟ لانه بيزود المعدلات بتاع التدفق الدم فبيدي الطائر رغبة كبيرة في انه هو او بيولد عند الطائر رغبة كبيرة انه هو يتحرك ويتنطط ويعمل مجهود بدني اكبر تمام؟ كذلك برضو المكونات الرئيسية اللي موجودة فيه الدواء ده بتدخل جوه بتعمل تكسير لكل الدهون اللي بيتم تناولها فالدهون مش هتزيد الدهون المتراكمة مش هتزيد خلاص هي اللي موجود موجود لكن في نفس الوقت بيدي له ايه؟ ده وافع ان هو يتحرك علشان يكسر الدهون واللي هي متراكمة وكذلك برضو الدواء عناصره جذائية بتساعد في الحرق بتساعد في الحرق اكتر واكتر واكتر فانت لازم تستخدم هذا الدواء لكن الجرعات بسيطة خالص انت هتجيب الدواء ده هتلاقيه موجود يعني سهل جدا انك تتحصل عليه دواء الكارانتين هتستخدمه بالجرعات الاتية تمام? اتنين سنتي من الدواء هو الدواء سائل هتاخد منه اتنين سنتي على لتر المياه اتنين سنتي على لتر المياه ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتوفى جامد جدا وفي نفس الوقت بتعمل مفاول كبير هتفضل تستخدم الدواء ده فترة مطولة اتنين سنتي على لتر المياه لحد ما تحرق الدهون اللي موجوده عند مخرج البيت خد بالك تحديدا الدهون اللي موجوده عند مخرج البيت هو طبعا هيحرق كل الدهون في نفس الوقت بس احنا مشكلتنا مع الدهون اللي موجوده عند مخرج البيت لو حرقناها فالطائر كده هيعود انتاجه افضل شاطه افضل هلموناته متزبطة افضل حالته العصبية والنفسية افضل رغبته اصلا في الانتاج والتكسير وكل الكلام ده هتلاقيها افضل بكتير جدا واعلى بكتير جدا وكل ده هيساعد في زيادة الانتاج وهيساعد برضو في زيادة الخصوبة وما فيش اي حاجة او مشكلة فيسيولوجية هتعطل انتاجية الطائر ده كان الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والبأول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته